السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزي طلبات وطالبات وأولياء أمور الصف الأول الإعدادي اليوم ده إن شاء الله نكمل شرح دروس يونت 7 أو اليونت في منهج الترمي الثاني 24 واللي هي بعنوان How was your weekend? معدنا النهاردة مع شرح lesson 3 and 4 درس التالية والرابع إن شاء الله الشرح هيكون من كتاب المعاصر بس قبل ما نبدأ ياريت تدعمونا بلايك وشير للفيديو واشتراك في القناة وفعلوا الجرس علشان يصلكوا كل جديد بنقدموا إن شاء الله يلا نبدأ مع بع هنبدأ في بيج 25 هنبدأ بالvocabulary على lesson 3 and 4 الدرس التالية والرابع أول حاجة اللي هي الكي vocabulary اللي هي المفردات الرئيسية نشوف كده مع بعض بيقول لي musician musician اللي هو معناها موسيقار musician أنا عندي كلمة music اللي هي معناها موسيقى دي نون طب أنا عايز أقول موسيقي بقى أول إيه musical musical اللي هي الاجكتف اللي هي الصفة دفنالها ال ال عشان نحولها من اسم إلى صفة بقت اللي هي ايه موسيقي يبقى musician music musical طيب بعد كده island island الاس سايلانت الاس سايلانت اللي هي معناها جزيرة island sailor sailor اللي هي معناها بحار sailor طبعا أنا عندي verb sail اللي هو معناها يبحر ده verb وعندي sailing دفنالها ing بقت sailing اللي هي معناها الابحار يبقى sailor بحار sail يبحر sailing الابحار storm معناها عاصفة storm طيب أنا عايزة جيب بقى الاجكتف منها الصفة أضف لها ال y بقى stormy اللي هي معناها عاصف دي الاجكتف اللي هي الصفة زي wind اللي هي معناها رياح windy اللي هي برضو كثير رياح أو عاصف برضو coconut coconut اللي هي جوز الهن cave cave اللي هي كهف وانا عندي كلمة save نفس الايه باختلاف الاس والسيه ممكن تيجي كده في سؤال ايه اختر والناس كتيرة تتلغبط فيها cave اللي هي كهف اما save اللي هي معناها يوفر او ينقذ with a verb jungle jungle اللي هي معناها ادغال او غابة بتسوي كلمة forest forest برضو اخدناها قبل كده اللي هي معناها غابة وبرضو فيه كلمة تانية اللي هي وادز woods اللي هي معناها برضو غابة هي كلمة wood اللي هي خشب ولكن طبعا كلمة خشب هي كلمة مفرد لا تعد لما بنستخدمها كماتيريال كمادة غام ولكن طبعا لو ضفنالها الاس اتغيرت خلص الكلمة بقت woods اللي هي معناها غابة او معناها ادغال jungle forest woods بعد كده rocks اللي هي معناها صخور rocks rocks طبعا عندي هنا عايز اقول صخري بقى عايز ال adjective الصفة زي ما ضفنا هنا ال y برضو بنضيف هنا ال y بقت rocky اللي هي معناها صخري ودي adjective صفة rocky trumpet trumpet اللي هي قالت البوك دي musical instrument la music interview دي معناها يجري حوار او معناها مقابلة يعني بتستخدم كverb وكنون واذا استخدمت كverb بكفعل طبعا ده فعل منتظم بنجيب الباضي منه باضافة ال y d بقت interview معناها حورة او اجرى حوار او طبعا ايه وهنا طبعا كان ون معناها مقابلة طبعا انا بقى عايز اقول ايه الشخص اللي هو المحاور بقى interviewer interviewer اللي هو الشخص الايه المحاور طبعا انا عايز الشخص اللي هو بيجرى معه الحوار اللي هو الشخص المتحاور معه بقى اللي هي interviewer اللي هي بقى دي الشخص المتحاور معه يبقى interviewer حوار او يجري حوار interviewer اللي هو الشخص المحاور interviewer الشخص المتحاور معه ولكن انا عندك بقى كلمة view اللي هي معناها منظر اللي احنا بنضيف لها البداية enter لشان نحولها الى كلمة مقابلة او يجري حوار opinion اللي هي رأي opinion interviewer اهاي الكلمة اللي هي محاورة ومن يقوم بتوجيه الاسئلة اما الشخص بقى اللي احنا بنوجه له الاسئلة هو interviewer بعد كده exercise على vocabulary هنكامل prox اللي هي صخور coconut جوز الهند sailor اللي هو بحار storm اللي هي معناها عاصفة بيقول لي في السؤال الاول she couldn't open the knot as it has a hard shell هي لم تستطع ان هي تفتح ايه لانها لديها صدفة صلبة اللي هي طبعا ايه كاقنات اللي هو جوز الهند he climbed the knot to reach the top of the mountain هو تسلق ايه لكي يصل قمة الجبل يبقى تسلق الراكس اللي هي الصخور the ship sank because of a big knot السفينة غرقت هنا سانك معناها غرقت بسبب because of بسبب وهو تبالي بقى ان because لوحدها بس دي معناها لانها وبيجي بعدها جملة كاملة ليه جملة الايه جملة السبب فاعل وفاعل ومفعول اما because of معناها بسبب بيجي وراها ياما النون اللي هو الاسم او الverb ing فاحنا هنا هنستخدم اللي هي الستورم اللي هي النون يبقى بقولي السفينة غرقت because of a big storm بسبب طبعا ايه عاصفة قوية او كبير بعد كده جاز جاز اللي هي موسيقى الجاز نوع من انواع الموسيقى هنا بيقولي types of music انواع الموسيقى عندي موسيقى الجاز وعندي classical اللي هي الموسيقى الكلاسيكية classical وانا عندي بقى اللي هو الكلاسيكي الشيء القديم طبعا بنقول عليه حاجة دي classic حاجة قديمة اما classical تقليدي او ايه classic دي adjective صفة ودي بتممكن تستخدم كadjective وكنعون كمان ولو حبيت بقى اجيب من دي الadverbal زرف اقول بشكل classic اقول ايه اقول ايه classical classically بنضيف لها طبعا ly معناها بشكل classic ودي الadverbal اللي هو الظرف rock rock اللي هي معناها موسيقى rock اللي هي موسيقى صاخبة opera اللي هي موسيقى الابرا pop pop اللي هي موسيقى bob traditional music اللي هي الموسيقى التقليدية انا عندي tradition اللي هو معناها تقليد دي النون ولكن طبعا انا حبيت استخدم الصفة ضفطلها al بقى traditional اللي هي معناها تقليدي بعد كده بيقول لي type اللي هي معناها نوع بتسوي sort برضو معناها نوع بتسوي kind برضو معناها نوع يبقى type sort kind sound sound معناها يبدو لو استخدمت كverb الماضي منها باضافة الed sounded اما استخدمت كاسم يبقى معناها صوت شيء طيب انا عندي sound d لو هي استخدمت كverb بفعل بيجي بعدها ال adjective اللي هي الصفة من ضمن الافعال اللي بيجي وراها adjective وليس adverb بيجي وراها صفة وليس ايه ظرف voice اللي هي معناها صوت بشري voice اما sound معناها ايه صوت شيء share اللي هي معناها يشارك share share ولكن انا بقى عايز اقول للشيء ده هو يعني مشترك ما بيني مثلا او مشارك معايا يبقى shared دي ال adjective اللي هي الايه الصفة stress stress معناها يشدد الحرف او يشدد على الحرف على كلمة او مقطع يعني الكلمة دي فيها syllable كده stressed مشدد stressed اللي هي معناها مشدد لو استخدمنا اللي هو التصريف الثالث adjective كصفة معناها مشدد stress ولكن انا ممكن استخدم كلمة stress دي معناها اجهاد كمان اجهاد او ضغط يعني انا عندي اجهاد او ضغط اقول ايه عندي stress بجيب بقى منها الصفة باضافة ف يو ال بقت stressful stressful معناها مجهد الحاجة دي ايه مجهدة band اللي هي معناها فرقة موسيقية band بعد كده بيقول لي adventure adventure اللي هي معناها مغامرة adventure terrible terrible اللي هي معناها رهيب او فضيع terrible دي adjective صفة بتساوي طبعا horrible horrible برضو معناها فضيع بتساوي awful اللي هي برضو معناها فضيع terrible horrible awful rain اللي هي معناها تمطر او معناها مطر يعني بتصدم كverb وكا ايه كنون كفعل واسم rain والماضي منها rain مطرة ولو بقى عايز اجيب الايه عايز اجيب بقى ال adjective الصفة عايز اقول ممطر بقى دفلها ال y بقت ايه بقت rainy rain معناها ممطر وبتستخدم ك adjective كصفة through through معناها خلال اما through 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 دي اللي هي معناها ايه يارمي اللي هي الفيرب اللي هي معناها ايه يارمي الماضي منه ايه الماضي منه ايه الماضي منه through والتصريف التالت طبعا اللي هو through دي through الجي اتش سايلانت معناها خلال through اما through اللي هي معناها ايه يارمي هي طبعا فعل والماضي منها through نكامل في page 26 alone اللي هي معناها وحيد او بمفرده يعني الوحده يعني بتستخدم ك adjective و ك adverb كصفة و كظرف ولكن في كلمة تانية اسمها lonely lonely معناها وحيدا ولكن ده يشعر بالوحدة ده معناها ايه يشعر بالوحدة ممكن يكون وسط جروب كده من الاشخاص او مع اسرته ولكن هو بيشعر ان هو الوحده يعني ده شعور بالوحدة اما alone معناه وحيد او بمفرده يعني ما مهروش اي حد طيب انا بقى عايز اجيب بقى الاسم من اللي هي lonely بحزف ال y وبضيف ال i وبضيف ال i المقطع n e s s بقت اللي هي معناها الوحدة ده النون اللي هو الاسم entry اللي هو معناها مدخل او تدوين entry وانا عندي verb enter معناها يدخل the verb اما entry اللي هي معناها مدخل not حبة مقصرات او bund not glass اللي هو زجاج glass طبعا لو بيستخدم كماتيريا المادة خام لا يعد ولكن طبعا لو استخدمناه بمعنى كوباية في الحالة دي ممكن ايه يعد ونضيف لها طبعا في الجامع e s ويكلمة glasses اصلا معناها نضارة بعد جدا انتقلنا الجزء الخاص بيه تصريف الافعال اللي هي regular غير منتزمة قلنا الجزء ده مهم جدا لازم نحفظه علشان نقدر نحل الاسئلة الخاصة بيه زمن الماضي البسيط علشان نعرف طبعا التصريف التاني للفعل rise اللي هي معناه يرتفع او معناها يعلو rise rose resin fall معناها يسقط او ينخفض او ينخفض او ممكن تصدم كنون كمان بمعنى الخريف اللي هي فاصل الخريف الماضي منها فعل التصريف التاني falling fall fell falling sink يعني يغرق اخد بالي بقى من الناس اللي هي بتنطق اللي هي الكلمة دي sink برضو لا دي مش think دي think 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 الth هنا بننطقها th يبقى لذلك دي معناها يعتقد او معناها يفكر اما sink بالاس كده دي معناها يغرق ناخد برنا بالنطق علشان الناس لما تسمعك تسمع تقدر تفرق انت عايز يغرق او عايز يعتقد sink يغرق والماضي منها think song اما طبعا think اللي هي معناها يعتقد الماضي منها thought برضو هي فاعل irregular والتصريف التالت برضو thought think thought thought اما think 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 واخد بالي بقى من الكلمة think دي برضو في ناس الكلمة دي الناس بتقولها think غلط اللي هي معناها يشكر verb اللي هو معناها يشكر ده برضو think think اما دي think شوفوا الفرق بقى من النطق الفرق في النطق طبعا بيفرق خالص في معنى الكلمة find معناها يجد الماضي منها found found وانا عندي found out اللي هي برضو معناها يكتشف find out معناها يكتشف بتصوى discover discover برضو معناها يكتشف بعد كده الجزء الخاص بي definitions التعريفات جزء مهم جدا بيساعدني على حل سؤال to the correct answer بيقول لي alone اللي هي معناها بمفرده without any other people بدون اي اشخاص اخرين يعني الواحده اما classical music اللي هي الموسيقى الكلاسيكية a type of serious music played by people like موزارد and pack وهي نوع من الموسيقى الجدة طبعا موسيقى جدة بيعزفها او تعازفت بواسطة ناس مثل بوتزارد وباك طبعا دول طبعا ناس في most musicians موسيقيين طبعا مشهوري cocoanut اللي هي جوز الهند a large hard nut that grows on a palm tree هي طبعا مقصرة او بندق صلب وكبير يعني حاجة كده زي البندق وصلب وكبيرة بتنمو طبعا على اشجار النخي ده اسمها الكوكونات ممكن نقول كمان it has it has a hard shell هي عندها صادفة ايه صادفة قوية او صلبة jazz اللي هي موسيقى الجاز a type of music first played by black americans هو نوع من الموسيقى اول مرة عوزفة كان بواسطة الامريكان اللي هما طبعا البلاك opera اللي هي الأوبرا a type of music هي نوع من الموسيقى where actors sing the words of a story هو نوع من الموسيقى حيث الممثلين بيغنوا كلمات القصة يعني وهم كده بيحكوا القصة بيحكوها على هيئة اغاني او كلمات bob music اللي هو موسيقى البوب type of popular music نوع من انواع الموسيقى المعروفة او المشهورة اللي هي موسيقى البوب rock music اللي هي موسيقى rock a type of popular music usually played with electric guitars طبعا هي نوع من انواع الموسيقى المشهورة عادة بتعزف بواسطة او بيه الجتار اللي هو الالكتريك اللي هو القهرباء اللي هو البحار a person who sells or works on a boat or a ship هو الشخص اللي بيبحر او بيعمل في القارب او السفينة ده بنسميه البحار بعد كده بيقول لي sink sink دي معناها يغرق او يغوص للاشياء ويعندي طبعا يغرق للاشخاص اللي هي drown دي للاشخاص اما طبعا sink معناها يغرق للاشياء go down into water انه هو يغوص في الماء اللي هو يغرق او يغوص للاشياء terrible اللي هو معناها رحيب او فضيع وانا معناها horrible بأرضه فضيع بتساوي طبعا او معناها very bad سيء جدا traditional اللي هي معناها ترقليدي using ideas or way that people first used a long time ago طبعا التقليدي ده انه بيستخدم افقار او طرق الناس اول مرة استخدمتها منذ زمن طوي ده معناه ترديشنال تقليدي بعد كده الجزء الخاص بيه synonyms and intrams اللي هي المترادفات والمتضادات قلنا المترادفات هي المينج المعنى وانترامز المتضادات هي opposite اللي هو المضاد يعني الكلمة معناها ومضادها عندي كلمة tries اللي هي معناها يعلو معناها go up اللي هي طبعا يرتفع وعكسة full اللي هي معناها يسقط او معناها يقع عندي begin يبدأ بتساوي start اللي هي برضو معناها يبدأ وعكسها او مضادها end او كمان finish finish اللي هي معناها ينتهي end او finish sink اللي هي يغرق go down وعكسة float اللي هي معناها يطفو sink go down float nearby اللي هي معناها قريب nearby وطبعا معناها close برضو قريب وعكسها far away far away اللي هي معناها بعيد في كمان كلمة distant distant بعناها بعيد او كلمة remote remote برضو معناها بعيد ممكن استخدم أوي لوحدها far لوحدها برضو معناها بعيد dead اللي هي معناها بيت طب يا مت يعني ايه die دي الايه الverb ودد اللي هي ميت وعندي death death اللي هي الموت دي noun اما did معناها departed رحل او lifeless مفيش حياة يعني وعكسها alive اللي هي معناها على قيد الحياة alive نكمل في بيجي 27 الجزء الخاص بال prefix and suffixes اللي هي المقاطع البادئة prefix بادئة و suffix لاحقة او ناهية طبعا دي مقاطع بتضافي اما في بداية الكلمة اما في نهايتها لشان تديني معنى مختلف تديني بقى صفات تديني اسم تديني زرف تديني اي حاجة عكس الكلمة المهم ان هي بتديني معنى مختلف للكلم عندي طبعا احنا قلنا ان المقطع لو جيت كده في الاخر وابيه الشرطة معنا ان ده صافيكس لاحقة او المقطع لو جيت كده في الاول وابعد الشرطة معنى اده بريفيكس بادئة عندي المقطع A-A-N اللي هوا صافيكس ده اللحقة بتحول الاسم الوظيفة عندي ميزيك اللي هوا موسيقى اللي هي طبعا اتحولت الى ميزيشان اللي هي معناها موسيقى ال-E-R بتحول الفعل لاسم الوظيفة يعني انترفيو يحاور انترفيور محاور تيتش يعلم اللي هي دي teach معناها يعلم او يدرس teacher اللي هي معناها معلم او ايه او مدرس and so on الايه او تحول الاسم الى صفة classic معناها طبعا قديم او ايه او هو طبعا الحاجة دي قديمة classical اللي هو معناها كلاسيكي او قديم عندي traditional وهو تقليد traditional اللي هي معناها تقليدي الحاجات دي مهمة جدا بعد كده الجزء الخاص بجرار النوتس الملاحظات العامة على الدرس عندي كلمة learn اللي هي معناها يتعلم و teach اللي هي معناها يعلم الفعلم دول عكس بقع learn معناها يتعلم بتستخدم للشخص اللي هو عايز يتعلم زي طلاب مثلا او ايه متعلم اما teach اللي هو الشخص اللي هو بيدرس بقى teacher اللي هو المعلم او المدرس learn بتيجي معاها to والinfinitive فعلي في المصدر او النون اقول ايه he learned to play the piano هو اتعلم يعزف على ايه البيانو play the piano معناها هنا play هنا مش معناها يلعب ولكن هنا معناها يعزف ولكن واخد بالي بقى ان هنا الالة الموسيقية بيجي بعاها اداة التعريف ذا he learned english at school هو بيتعلم انجليزي في المدرسة اما teach معناها يعلم او يدرس learn يتعلم او يدرس اه يعلم هنا teach بيجوارها النون الاسم he teaches mass at cairo prep school هو بيدرس اه طبعا رياضيات في المدرسة القاهرة الاعدادية او ممكن يجوارها object بفعول with to او how to الامفينيتب ازاي او ليه he teaches me to play the piano هو علمني ان انا اعزف على البيانو او he teaches me how to play the piano هو علمني كيف اعزف على البيانو لازم اعرف او اقدر افرق ما بين learn و teach بعد كده بيقول ان جميع الالات الموسيقية بتسبك بذا اللي هي الالة التعريف ذا وبعد الفعل play بشرط انها تيجي مع الفعل play اللي هي معناه ايه يعزف او he learned to play the piano هو تعلم انه يعزف على الالة البيانو when he was it لما كان عنده 8 سنوات يبقى احرى بنستخدم الالات التعريف ذا مع الادوات الموسيقية او الالات الموسيقية ولكن بعد الفعل play اللي هو معناه يعزف ولكن بقى انا لو استخدمت الالات دي طبعا ما جاتش مع play اقول مثلا انا اشتريت مثلا بيانو بتستخدم في الحالة دي مع ال a وال an اللي هي ادوات النقر اقولي انا اشتريت بيانو ايقول ايه اي بوت انا اشتريت اي بوت ابيانو جهاز بقى انا اشتريته اي بوت ابيانو واحد يقول لي تاني مثلا اي بوت مثلا اه افلوت انا اشتريت قالت الفلوت او الترامبت اي قال ولكن هنا لو استخدمناها مع الالات الموسيقية الفعل play اللي هم عنا يعزب بنستخدم معها الذا استخدمناها كاي جهاز يشترينا بقى او شوفناه في الحالة دي بناخد معها الا والان نكمل في بيج 28 طبعا بيقول لي what kind منوع what type منوع وبييجي معاه حرف الجر of وبرضو بيجي معاه حرف الجر of what kind of منوع what type of منوع ممكن what sort of برضو معناها ما نوع what type of music do you like ايه نوع الموسيقى اللي انت بتحبها طيب طيب بيقول لي الفرق بين alone و lonely اللي احنا قلناه alone اللي هو بمفرده وطبعا ده لوحده يعني ايه بمفرده بدون اي حد يقول لي his wife died and he lived alone زوجته توفت او ماتت وهو عاش ايه وحيد يعني لوحده اما lonely كأجكتف صفة معناها وحيد يشعر بالوحدة زي ما قلنا قبل كده يشعر بالوحدة هو في وسط جروب مجموعة ولكن هو حاسس ان هو الوحدة اولي i feel lonely انا اشعر بالوحدة بعد كده الجزء الخاص بي important expressions and prepositions اللي هي تعبيرات وحروف القر الهم عندي expressions زي have different opinions لديه اراء مختلف have different opinions it's difficult to انه من الصعب and it's زي ات صفة تو بصفة عامة يعني معناها انه لمن and يبقى انا لما اجيب it's معاها adjective صفة to الفاعل في المصدر معناها انه لمن and it's difficult to انه من الصعب and it's easy to من السهل and so on what happened معناها ماذا حدث في الماضي what happened make sure make sure معناها يتأكد it's good for you انه جيد بالنسبة لك او مفيد هنا good for معناها مفيد والمضاد بتاعها طبعا bad for bad for معناها ضر لي وعندي good at وbad at اللي هي جيد فيه وسيء فيه without any people بدون اي شخص كلمة without بيجي وراها الverb ing او النون verb ing او ايه او النون اللي هو الاسم play in a pant يعزف في فرقة موسيقية play in a pant بعك ال prepositions اللي هي حروف في الجرب write down يسجل ملاحظات write down بتسو make notes يقوم برضو بعمل ملاحظات make notes او take notes كمان share with share with يتشارك مع walk along walk along يمشي باستقامة او بمحاذات اخد باللي بقى من كلمة along دي دي معناها بطول او بامتداد او بمحاذات او باستقامة يعني اي معنى من المعاني دي كلها لكن لو جبنا ال a وبعدها شوية عن long a long طبعا هنا منجب بعدها اسم بقى تشئ طويل يعني حاجة طويلة long هنا معناها طويل صفة وال a هنا اداة ناكرة لكن انا ما بتكون على بعضها كده هي دي اللي احنا عايزين ها وقالون start with يبدأ ب go down into يهبط ال work on a boat work in a boat sorry on a boat يعمل على قارب اخد بالي من حرف الجر on ده walk through يمشي خلال بعد كده الجزء الخاص ب reading وال listening مهم جدا ان احنا نقرأ الدروس طبعا زي ما قلنا قبل كده بتدينا افكار تساعدنا في حل الاسئلة المختلفة وكمان بتساعدنا في كتابة ال paragraph لان هي بتدينا جمل كده واحنا بنكتب سؤال ال paragraph بتساعدنا كتير طبعا اعتقد ان احنا بعد ما شفنا كل vocabular expressions على الدرس هيكون من السهل علينا ان احنا نقرأ الدرس بكل سهول اه كمان احنا كنا شرحنا قبل كده الدروس على القناة اه هسيب لكم اللينك الفيديو فيه الوصف الناس طبعا اللي حابة تشوف قراءة الدروس اي حد عنده سؤال محتاج شرح اي جزئية اه يكتب لي في comment مع تمنياتي بدوام التفوق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته